اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم بحياة الجمعة وولادي قد ما اقولكم اليوم الحمد لله رب العالمين صليت وشكت ربي صليت خصوصي بس مشان بدي اشكر ربي بهالرقع تانا اقول له يا رب يا رب قدي انه انا صلي مدة ومنتعادة باشياء بس بالاخير الحق ببان مش عشان بس انحمد لو اقولكم القصص يا جماعة لو اقولكم مبارح واحدة اسمها هيا يا رب انك تكوني مهيا هلأ معي حكيت عنها مبارح يا ربي هيا تلحقني من برنامج لبرنامج يا جماعة عشان تطلع ببرنامج عشان تروحلي ع سناب شات اخر شي مش عارفة تصلي ولا بدهم مني اشي عشان تقول لي دكتورة انا بحبك استمر لي واحنا منتابعك ولازم انه نحكي كلمة مثلا ايجابية لأ اقولكم ادي فيه ناس محبين دا اقولكم مثلا شو اقولكم عن سامر العبادي اللي عمره 17 سنة اللي قال لي ضعني اخر بث مجنت امي اخدتنا خالتي خلفت وفأخدتنا معاها وضعني اخر بث يعني وانتي منازد انه كان كتير حلو كل الناس قالوا لي انه حلو اقول صراحة خالتك ما معا حق تخلف بهذا اليوم الله يسامحها يما اخترت الا اليوم اللي فيه البث اضحك انا شوفوا ما الزوا بدهم بقول لي بس انا مرة تانية قلت لهم الله لو ايج ما يصير مش رايع لو كل الناس اتخلف اذا فيه بث للدكتورة راما مش رايع هذا الحكي قليل هذا الحكي قليل بدني قدر ايش بيقول لي واحد تاني بقول لي هو سامر استنوا قلكم سامر كما شو بقول لي دكتورة اهي ابراهيم احكي لك كلمة انت بتعرفني ماما اكثر واحد من سنين ابراهيم يصلوا معي اربع سنين حيصير له اربع سنين حبيبي طبعا انت لو بحكي عنك ابراهيم جرايد هلا ما بوقف انا انا بموت عليك بموت علي كل الاربيعات لأجلك ماما انت ابراهيم والطفيلة كلهم عشقتهم عندي ولادي كتير انا من الطفيلة يا ربي انا والطفيلة في اشي خاص ما بعرف اول ما طلعت بهذا كان كل حوالي من الطفيلة كلياتهم فبا بعرف بس تقولوا هيك بحثي ولادي المهم نرجع لقولكم عن سامر بقول لي دكتورة انا وينما اروح باخد وراه وقلم ليه ولي مش انتي قلتي انا بدا شو وشو ولي مش قلتي قلتي ما نتحرك الى احيانا بورا وقلم مشان اذا اجتنا فكرة نكتبها بسرعة شايفين معناته ازا بتأثروا الناس معناته هيهم عم بيسمعوا هم صغر معناته مش يا راما واقفوا شو اللي بتسوي مسخرة وحرامت ضيعي تعبك ويلا روحي بلا بسخافة لا لا معناته هينا هيهم مضبوط عم بيسمعوا الشباب اذا حدا ما بيحب مو معناته كلهم ما بيحبوا اذا حدا ما بيده مو معناته كلهم ما بيدهم طيب الحمد لله الحمد لله قديرا عم نكون اشي كتير حلو انتم مش عارفين شو عم نعمل عم نعمل اشي كتير حلو ومو اخدين اشي ولا بدنا اشي وبيجوني ناس دعايات كزي والا قدام الكل بحكي لكم دعايات ما بعمل انا معكم من غير دعاية لا تفعول ما بتدير ما بدي دعايات بس انا مع كل حدا كل صفحاتي مع كل حدا داعمي للشباب هيك بلشت مبادرتي عيب علي اتغير عيب ما بسير هذا ما بدا مبدأ مش لما بتفتح صفحات تانية وبتشمط بدك اعداد كتير كبيرة وهلأ ان شاء الله قريبا رح تصطق صفحتنا على تيك توك وعدة شغلات جاي ان شاء الله له قدام مش معناته بتغير مبدأ ايه لا عيب علي اصلا اذا تغير مبدأ ايه وعيب انتو ترحقون اذا تغير مبدأ ايه ما بسير ما بسير المبدأ مبدأ الشخص السادق بتستمروا معاه اللي مو سادق لا تستمروا معاه وكل ولادي وبناتي في كلمة كتير بتدايق منها لما بقولوا لي رديت علينا مش مصدقين شو متواضعة مين كاني انا ليش متواضعة مين كاني انا صلي جيتي انت على الوطر حساس طلعوا انا بالبطر جايب انت تقولي بدأ نشبك انا وياها شو اللي بدك يا لا على الواي فاي وكل شوية كان يقطع طب معلق شوها عمل انا معاي ناس انا روح الله قليكي روح انت معلق عندك جاي تعلق اي عنا لا عليك يا رو يا روح لحظة بس شوية اوكي انا على فكرة معي ناس ماما لايب تبين تسهيلة خذي تلفوني خذي 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 من وادي لا تعليم يا رو عشرين سنة تتصرف هاي الحركات لا تعليم نرجع يا رو عشرين سنة كل الحفلة اليك تتصرف هاي الحركات مفكر فيني على تيك توك احنا وان ماش مزح بوان كله هون شوية امور جدية تحاضر يلا بس شوية تقبريني والله انا اسفة اسف يا امي والله اسفة فوازي عمل لك حل اذا انت بتشوفني انا وبنتك عمل لك حل هي نتها وانا نتها لو سمح المهم نرجع نكمل سلام خاص من الدعم اليك دائما على تيك توك اسمه قيصر خيصر اسحك تقول انك هون تمزح اسحك يا بيع على فكرة بتأثر على وحيات الله كتير بتأثر لما بلاقيهم بركض معي مكان لمكان ويا بيع انا هاي المحبة سادقة بتقتلني المون خلينا اكملكم ايش التيارة علاءة اه لا تقولوا لحدا انت متواضع بتجد علينا مين من كان على السوشيال ميديا والله لو حتى بيه مكان بمنسب او مركز ايش المتواضع بس من عنا بدى تكون متواضع هو من غير اصلا الجمهور ومن غير الناس ايش هو انتوا الى بترفعه الناس وانتوا بتنزدون الناس لا ترفعهم المتكبرين لا ترفعهم низ ما بيردوا عليكم لا ترفعوهم لا تقولهم انتوا متواضعين لا تقولهم محبي كلمة متواضعين لتقولهم انا بدي احكيك لم اولادي ابني بناتي كما بيه لانا بس تقولهم متواضعين بس دق نفسه بعمل لك هذه الخины and they say I'm a friend لا يا حبيبي بدك تكون متواضع غصباً عنك وراك ناس انت بتبتعبعك محبين لإلك تكون متواضع انت لو لا الناس هلا بيناسبوك ولا بيطلعوك فلا لا تقولوا هيك ولا تحسوا حالكم أقل من غيركم نيائي وهاني شوية هيد أحكي لكم كلمة هون على الفيس لأنه في ناس قالوا لي أبوي مو راضي حبيبتي حنان أبوي مو راضي أني أروح أنزل تيك توك ولا أنزل إش تاني أو كذا في أهل باحترمهم عشان هيك عم بحكي هذا الحكي هون على الفيس للناس اللي عندي إياهما الفيس ما تردوا على حدا دكتورة طلع محمد حلواني طب حاضر وين الله يا محمد يلا تعال ها والله عشان ابني علشان ابني ربيحات إبراهيم ربيحات بدي أطلعك هذا ابني الكبير يلا وينك هيا ها حسن الحران محمد حلوان نعم نعم مرحبا أهلا 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 مفاق مو اسنوع مرحبا أهلا أنا بعرفة jugان أنا بعرفة مزم تارابة مزمان بكي متمع أنك نعندد تازمت عن ده ها هايك كويس انت جنبالحات التعاتي الخيوون عالي كما تسوط هايك كويس تعمت شفين هايك كويس تمام هايك تمام هايك تمام أنا أعرفك من زماني يعني إبراهيم كان.. إبراهيم هذا.. خلينا نحكي أخوي جدي اللي ما أولدت عني يعني إخوان.. إنتا بتعرف إبراهيم؟ إخوان.. مش بارك.. أنا بتعبني شفقان عليك؟ لا إخوان.. إيش إما عملي واسطات على الفيس؟ على اللايب واسطات؟ فبصراحة ما كان.. واسطة مرسوبية؟ دائماً كان يجيبني سيتك إبراهيم إبراهيم يعني أكيد تعرف إنه ممثل وهيك وأنا نفس الإشي يعني أنا بمثله وبقلد أصوات ومن زمان زمان يعني إيه.. أحناً كان دائماً إبراهيم يحكي لي.. صوتي صدق.. أنا أسمع صوتي طب إذا بصلا.. أسمع صوتي.. في صوت.. أبصل وترجعي طلعيني.. بزر.. أبصل وترجعي طلعيني.. إذا بزر.. يل.. يل.. إفصل وبرجع بطلعك.. في صوت.. نحن نرجع نطلع.. إيش حبيب إبراهيم كلاك تعرفه من زمان.. عمله واسطة ماما.. ترجح والمسيقات.. يلا إذا بات أمكنا.. أنا عارفة.. الصوت.. يلا هنرجعنا هي مرة تانية.. طيب حتى الإضاءة كلها تغيرت مش عارفة شو بسي والله الإضاءة كلها حتى أنا بطل في عندي ضوكة كأنه صاح؟ ليه؟ يلا ما بعرف حبيباتي الوردة الجورية النت اليوم مع الحجر بيعاني آه والله آه والله بيعاني رح سير نعمل حلقات إيجابية عفكرة بإذن الله رح سير نعمل حلقات مصورة مش هيك بس المشكلة أن الكورونا بس أنا رح أطلع لكم حلقات مصورة قليلة وحنعمل اليوتيوب أستاذ هاني لستاتك معاي هايو هاني كلها تحكي مع أميركا يعني أنت ما كنت متابع ولا إشي ضعتك وصاح صار في كثير عطل فني بس كان يعني كان في أشياء حليو لو سمعت قصة هذا محمد بتجنن ولو شفت الأشياء اللي صارت يا محمد يا محمد أدون إيش يعني يلا وينو استانوا شوف أوكي يلا إن شاء الله يكون زبط هاني إنت جيت إنت يعني ما سمعت قصة محمد ولا أي شيء ولا قبل كل ضاعاك هيك تمام أه لا صوت الصوت عددك صوت صوت عددك عادتك في الصون عامل إشي عامل إشي عادرف إجرر بحط السماعة أجرر ببارت يكون أحساب يسعدك إياد 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 الشيخ إياد الشيخ يعني من وقت ما طلعت أول مبادرة إسماني أول ما فتحت الصفحة كان يعرف شغلاتي كتير بالجروب اللي أنا عملته هذول الرجال إسماني اللي كنت أخذ منهم الدعم المعنى اللي يقولولي كملي شكراً إياد تفضل هيك الشيخ تمام آه حسناً أنا أعرفك من زمان كان دائماً إدراهيم يحكي للدكتورة الدكتورة 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 فمن أنا يعني ما كنت أعرفك معرفة شخصية ولا كنت أشوفك على تيكتورك يعني هذا الحكي زمان يعني تقريباً قبل فنسان حكيت له أنا لازم نفسي أتعرفها الدكتورة حكيها لي إبشر فرش حبيبي وأنا نفسي أتعرفها لي طب لماذا ما قال لي عن الناس؟ كان كنت أنتوا بواسيها مفتين شوي بالمبادرة كانت ما بعرفت في إشي حكالي حتى دائماً كلما أشوفه طب لماذا كنت تيجي على مكتبي؟ لماذا لماذا أجيت على مكتبي وعلى اجتماعاتنا؟ ما هو أنا لما كان إبراهيم بالمكتب يعني هو صار يحكي لي وأعرفتك أنا بعد ما وقفت من المكتب شوي أنا كنت بتدرب المسرح آه أنت ابن المسرح بي شو بعشاء المسرح ده أحكي لك يلا أحكي لي اللي بداككينة يا مش رح أقطعك أحكي لحكي الإيجابي اللي بداك تحكيه وإيش داكت تقول كلمتك تمام أريد عرفكم على حالي أنا إشمين الحمد الحلواني عمري 17 سنة ممثل المسرح للسينما ومقلد أصوات لما بلشت بالتمثيل ما كان أي شق يعني ما في أي حدا سعدي بالمرة كنت أروح على شركات إنتاج أروح على المسرح ما أشوفش فيه داعم ما أشوف إنه فيه ناس والله تهتمت هذا الإشي وكنت يعني ضلتني وصلت لمرحلة زي ما حكى محمد قبل شوي إنه يعني صار الواحد دقيقة بعدين شفت أكتر من فيديو بالصفة كمان هلوني أرجع وقف على إجري ورجعت أبلش يعني الطريق اللي أنا فيه تمام بعدين بلشت على المسرح المدرسة بعدين على السوشال ميديا كنت أعمل سكيتشات وبرضو ما كان فيه أي شخص صعيد يعني أنا كنت اللي أمنتج وأصور الفيديو وأخرجه وأألفه وأجيب الممثلين بعدين نسرتي شوي شوي أعرف أشخاص يعني واحد يدلني على حدا حدا يدلني على حدا لحد إنه كان رمضان الماضي أعمل في السلسل إشنو تشارلي حكى حكى تمام تمام ولكن كان فيه برضو أخطاء إنتاجية فيه تمام وبدنا نعيده رح نعيد تصويره إن شاء الله وكان فيه أكتر من عمل مفروض إن عملهم ولكن ما فيه أي حدا بيدعم هاي الشغلة فإنه اللي بزعى للشخص إنه انت بتتسعبه وتعمل وبتسوي وتكتبه مثلا أو بتألف إشي بس ما بتلاقي يعني ما بتلاقي ناتج خلينا أحطهم بالصورة لكل المتابعين يمكن صوتي أعلى من صوتك عشان متعودة الأعلى في هالمحاضرات قدام الناس أو السيمينر المهم عم يحكي إنه هو كيف عانى بالبداية هو عنده مومبة وهو ابن المسرح وبيكتب وبيعمل بساوي وبس ما فيه مين يدعم الطاقات الشبابية مش هيك أصدق تحكيه؟ بالضبط آه يعني لذا إنه أنا بحب نكسب حب الاستمثيل يعني أنا هاي غرفت فكل إشي بحياتي تنثيل صار يا سلام طب ليه ما كنت تشترك بالمسرحيات اللي بنعملها ما هو أنا كان المطوض إنه أنا براهيم عرفتني عليكي ونشوف شو مقدرنا ولا أنت حبيبي حرام بصنمك أنت بروفيشنال أنا أفكار 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 كتير حلوة وما حدا عملها وإشي مختلف بالأردن طب إسمع أنا بحكي لك قدام الكل أنا بعرف شخص شخص عنده شغلات الإنتاج والمسلوح كذا بحب كتير دعم للشباب فإحنا بدنا نساعد بعض رجاءً لكل حدا اللي يعني بيسمعنا إذا فيه بيعرفوا أشخاص بالمسرح بالتلفزيون دعمين للشباب دعمين الشباب ما بدهم مصاري تدعموا موهبتهم إشي كتير حلو إن شاء الله إن شاء الله حنحط إيدنا في إيدين بعض وفي ناس بالعكس بلقطوا الشباب اللي مثلك صدقني أنا بعرف الناس بدهم الشباب اللي زي تقريباً قبل فترة لعزة هاي بفي شخص معانا اسمه هاني الأردن هاني الأردن يعني معروف أكيد أنا بعرف أكيد أنا بعرف 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 بصراحة ابنه يعني صبيحي طب هاي بقولك إنه هو بيعرف ورح يتواصل معك إلى المساعدة حابة أحكي زكرتوني اليوم بس عبرنامج آخر براحة لما أروح على المستقامة أو شي فيه اثنين بدي أحكي عنهم كحالات إنسانية أنا متأكدني إنه في حدا حيساعد حالات إنسانية يعني بسيطة بس موش ببق فيه واحدة بيغزة سوري إني قطعت بس تذكرت عشان أرجع أذكر حاليا لا مش مشكلة نحكي عنا كلا فيه شخص قال إنه هو بيعرف رح يوصلك مع الناس المعنيين وأنا بعرف أنا بدي أوصلك لإهم كل شكر كل شكر أنا تقريبا من قبل فترة عملت فيديو وهي صلاح ابني كمان بقولك أنا بعرف هاي في كتير ناس مع أنا للخير على فكرة في كتير ناس مثل ما فيه ناس محبطة فيه ناس للعلم لا فيه ناس بتجنن نسلط على الإيجابية نسلط على الإيجابية أنا تقريبا تصلي عشر سنين بمسك عشر سنوات صلي تقريبا عشر سنوات صار لك أنت هيك بس أنت كل عمرك تسعة عصلا أنا يعني من أول بداية كانت في المدرس طب سؤال إنت بتعرف إحنا سنة المخرج المعانا كزا دايما ببعتس فيه كمان مخرج حكيم حرب إنت بتعرفه رح تمعه بعرفه ولا لا ما صح اللي اشرفت إنه أتجن معاه قريبا يعني طب ليه إبراهيم مؤين لك عنه من زمان طب أنا كتير بعرف ناس لا لا حكيري ببعرف ناس بدوروا عن ناس اللي زيك يا زلمة يعني إن شاء الله قريبا أنا وإبراهيم رح نعمل إشي خلص يعني أنا وإبراهيم هجنة هكينا نهاية هذه السنة إن شاء الله رح نوصل على فكرة أحكيتكم شغلة هلأ إسمنا على السوشيال ميديا هيك نختصر فيها هاي حتى هاني بقول أستاذ حكيم حرب اسأل أستاذ حكيم حرب علينا أستاذ هاني اللي بدأ أحكيه بدأ أقول لك شغلة وقدام الكل اللي كل السامعين كل واحد عنده موهب يستغل هلأ السوشيال ميديا يستغل عصر الكورونا يستغل الأونلاين ثورة الأونلاين هلأ اللي صايرت ضجة خاصة بالحجر والعصر الكورونا عالمي استغلها استغلها يا حبيباتي يا ماما حبيباتي استغلوا هذا العصر أنت عمرت السامعين أنت مو محتاج حدا هلأ على فكرة أنت محتاج إيش أن تطلع التلفزيون للعلم للعلم مالش أحكيكم احترامي للكل هلأ صارت السوشيال ميديا أقوى بكتير من البرامج التلفزيونية أقوى من التلفزيون أقوى بالله أنتو بتفتحوا التلفزيون تفتح يوتيوب تفتح برامج صح؟ كل يوتيوب سوشيال ميديا بس بدي أشكر الأستاذ تفتح السوشيال ميديا استغل السوشيال ميديا استغل السوشيال ميديا أنا للكل عم بحكي لهم لنا بقول لهم كل واحد يا جماعة عنده هلأ تلفزيون خاص فيه تلفزيون فري بلاش خاص فيكم استغلوا هذا التلفزيون ما تستغلوا استغلوا في ناس طلعوا وفي ناس نزلوا واللي حابب عشان ما أطول كثير الحاوني جد القصة بتجنن ما بدا أطول هون كثير أنا في عندي ناس كثير والليس فيه توك توك كمان على انستغرام بابا ماما كثير مهم تروحوا أنا لك مرة إجا العسل عند ماما هو من صاحبتي منال الشامي بدي أحكي قصة منال الشامي من عصر الكورونا للإبداع من عصر الكورونا للإبداع قصة حقيقية كيف حولت عصر الكورونا كيف حولت الاقتصاد النازل لمشروع إبداعي ناجح شو عملت كيف إجت الفكرة الدلوقت اللي تأسلست فيها الشركة قصة نجاح تلحقنا على الانستغرام آه أكيد أكيد أنا مشان أولادي وبناتي البقين إبراهيم يلا على الانستغرام كل الناس اللي معانا يلا على الانستغرام بدي نحكي كم شغلة وبدأ أبدأ فيهم كمان في عندي قسطين ناس كنت تابعنا من فلسطين من غزة ومن مكان تاني حبيبتي فرح أنت اللي بتجنني بعد تلي يلا أولادي وبناتي هناك بدنا نحكي كم شغلة وبدأ يبدا نختم برضو في الناس اللي يوم تابعونا فإلى اللقاء والقادم أجمل وسامحونا يعني كان فيه أغلاط بطريقة كيف أنه نشبك مع الأشخاص الآخرين بس إن شاء الله منتعلم بعض ومنضبط كل الأمور لاحقا حيصار عندي هلأ خبرة حيصار عندي هلأ خبرة كيف نضبط هيك أمور يلا كلنا هناك على الانستغرام إلى اللقاء